ما الفرق بينها وبين التزلج الفني العادي؟ هناك لعبة نحن نرى حضرتك اللي هي البتناج العجل أيها بالضبط ما الفرق بين التزلج الفني على الجليد واللعبة التانية التي نرى هي الارتستيك بتناج أو التزلج الفني اللي هي التحدي كمان موجودة أكيد طبعا هي طبعا البتناج أو الارتستيك رولر شكيرينج موجود في مصر وموجود من زمان جدا ورياضة كبيرة جدا واتحادها قوي جدا طبعا وده بردو لأن طبعا يعني علشان الجو في مصر بيسمح بهذه الرياضة يعني بردو وفي لها ملاعب كتير قوي والاتحاد قوي وإحنا على تواصل معهم بردو إيه الاختلاف بقى؟ فيه اختلافات طبعا هو الارتستيك باتناج أو الارتستيك رولر شكيرينج بيبقى على عجل بيبقى عندهم أربع عجلات صح اتنين قدام واتنين وراء وإحنا بنبقى على بليد البليد ده بيبقى سمكه مثلا ثلاثة ملي والبليد ده بيبقى ليه فكرة أنها على نصل أو على سن أو على حاجة فالاتزان بيبقى مختلف تماما لكن طبعا نفس اللياقة مطلوبة ونفس التنس مطلوب والفنيات يعني فيها التشابق إحنا اتحادنا إحنا رياضتنا بتبع الرياضات الأولمبية الشتوية يعني احنا في الأولمبياد الشتوية والرورل سكيدنج هم يعني هي الرياضة نفسها ليها بطولات عالم وليها بطولات كتير بس هي مش رياضة أولمبية الشتوية للأسف طيب اللعبة دكتورة مش منتشرة في النواة دي مثلا ومختلف الأماكن في الجمهورية لأن يمكن هي لها ظروف بحكم الملاعب آه يعني معينة إحنا الاتحاد عندنا فيه كام لاعب مقيد وبيبتدي من أول سن كام البالي والجنباز والمهرات دي أنتوا اللي بتقدموها أو مش أنتوا كاتحاد يعني الممارسي اللعبة المدربين ولا اللاعب بيكون بيلعب أكتر من رياضة فبيكون على مدار الأسبوع لو عمل ثلاث مرات تزحلق على الجليد وثلاث مرات بلية تقفل الأسبوع خلاص بالضبط يعني إحنا برضو لازم أقول حليك أن إحنا المستويات الأعلى بيتمرنوا كل يوم تمام ده المطولات لك أبطال الجمهورية لا أبطال الصغيرين المدارس الصغيرين بيبتدوا إحنا بنحب منفضل أن هم يبتدوا صغيرين يعني مثلا من سنة أربع سنين أو ثلاثة حتى لو يعني هم دي فالو إنستركشنز بنبتدي هم صغيرين بس برضو إحنا رياضتنا بناخد ناس من جميع الأعمار بس برضو هارجع أقول أن هي الناس اللي هي اللي عايزة أولادها أن هم يخشوا بطولات دولية يوما ما هم لازم يبتدوا صغيرين عندنا شقة في الاتحاد عندنا اللي هو للأدولت وهم دول برضو الاتحاد الدولي ليه بطولات دولية للكبار فإحنا عندنا بصراحة أدولتس كتير يعني دكاترا وقرحين كل حي